أم أسامة من اليمن تقول حلفت برحمة أبي ما أعطي ابني جوال وبعد فترة أعطيت جوال هل يعتبر يمين وعليه كفارة أم أسامة من اليمن بارك الله فيك أختي الفاضلة ما يجوز للإنسان يحلف برحمة أمه أو أبيه أو برأس أبيه وأمه أو بحياة أبيه كيف هذا حرام ما يجوز كيف تقولين برحمة أبي أني ما أعطيك الجوال هذا حلف بغير الله الله جل وعلا يقول وحفظوا أيمانك نبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قل عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر توبي إلى الله استغفر الله ما تحلفين إلا بالله ما يجوز الحلف بجبريل ولا بالملائك ولا بالعرش ولا بالكعبة ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالأنبياء ما يجوز حرام صحه عقيدتكم وإيمانكم هذه ألفاظ شركية كيف تحلفين الآن بعضنا سهل بالشرف وبشرف أبوه وبشرف أمه وبشرفه ما يجوز براس أبوي براس أمي بروح أبوي بروح أمي هذا حرام ولذلك يمينك غير منعقدة لأنها باطلة أصلا محرمة أنت الآن الواجب عليك التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل والانتهاء عن مثل هذا النوع من الحلف وخلي أولادك يسمعون منك هذا الكلام قولي لهم سامحوني يا عيالي أنا حلفت وقلت كذا وتبين لي أنه حرام حتى لا يلتقط أولادك منك هذا الأمر يروحون يحلفون بمثل هذه الطريقة بروح أبوي بروح أمي بحياة أبوي ما يجوز حرام اتقوا الله صحيح وإيمانكم وعقيدتكم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق ما يجوز الحلف به أشرف الخلق النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز نقول والنبي أو ومحمد ما يجوز كيف الآن تقول بروح أبوي فاستغفري وتوبي وانتهي عن مثل هذا وربي أولادك على أن لا يحلفوا إلا بالله بارك الله فيك